وعايز اكمل لكم الموضوع بتاع قبل ما اخش على النادي الاهلي وتجديد او تمديد عقد مارسل كولر الموديل الفني السويسري المميز عايز اقول لكم اكمل لكم على حاجة الناس برضو ورسالتي للاستاذ عمر اديب صديقي العزيز واحد من الناس اللي انا بقدرها وباحترامها جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني بفكركم برضو عشان خنائتكم مع المستشار المرتضى منصور يعني تفضل معاه هو ومتقولوش كلام مش صح بعد اذنكم يعني مش حقيقة ان 60-70% من لعبت الزمالك نفسها ميسيبوه الزمالك واسأل كل لعبت الزمالك اللي موجودة الحقيقة اللي ممكن البعض ما نقلهاش ليك يا أستاذ عمر وبعض السادة اللي بيرددوا الكلام ده النزيزو احسن لعيد في مصر زي ما قلتلكو كان عنده ان هو ممكن يروح عندها منافسة واختار ان هو يقعد في الزمالك لان الزمالك نادي عظيم اي حد يتمنى يلعب فيه محمد صبحي مش هروح بعيد حارس المرمة النادي الاهلي كان عيموت عليه والناس قالت خلاص صبحي في الاهلي صح؟ وتشتم من جمهور الزمالك ماتش فارقه وتفعيل باند الشرق من فارقه فكريني القصة دي صح؟ 15 مليون جنيه وبتاعه صبحي اختار يلعب فيه صبحي حارس مرمة الزمالك اختار يلعب فيه اختار يلعب في الزمالك لان الزمالك عظيم ونادي تاريخه كبير جدا بيمر بمشاكل وعنده في حاجات اه في مشاكل احنا عارفينها هو متفقين عليها لكن الزمالك يعني اي حد يتمنى يلعب فيه وما كان شراح ان هو يبقى الجل الكيبر الاساسي وراح الزمالك نفس الكلام مصطفى شلبي في الانتقالات الاخيرة الرجل كان عنده الاهلي والزمالك والرجل في الاخر هو موجود بيلعب فيه دخل في مفاوضات مباشرة الاهلي والزمالك فيه بيلعب فيه قول قول حدس ولا حرج من اول خالد امر ومعروف يوسف ودويدار اه اه انا كنت قاعد على يعني يعني سامع الكلام بعناي واللعيبة بتقول احنا عايزين نلعب في الزمالك فااااااا ارجوكو متخلوش الخنائق اتاخدكو لحته تقذي الزمالك ومترددوش كلام لجان اه اه مدفوعة الاجر بتردد الكلام ده عشان توقع ع الزمالك كلام ده لما يتقل في برنامج تحت بيل السلم وبتاعه كيه نعمل نفسنا مش واخدين باله إنما عمره أديب ده قيمة كبيرة جدا اللي أستاذ عمره أديب بالنسبة لكل الناس يعني ومعظم المشاهدين بيتابعوه بشكل كبير أنا بدافع عن الزمالك خلي بالك أنا مش بدافع عن أشخاص مش بدافع عن أشخاص ولا ليا مصلحة للمصلحة الزمالك بس وتاني أنا مش في اخناقة مع حد وفي قصومة مع حد الأستاذ محمد عثمان المستشار محمد عثمان محامي النادي الأعلي مبارح تلع مع الأستاذ عمره أديب يعني بيقول إن إحنا متأكدين إن في حد ممكن بيحرك ميده وإن في حد بيكلام ده مش كلامه بغض النظر عن موضوع الكلام دي قصة هنتكلم فيها بعدين لكن مهم جدا أستاذ محمد وتاني أنا مش داخل في خصومة معاك مع كامل الاحترام ليك اسأل على ميده كويس اسأل على ميده كويس اسأل المحامي بتاعي الأستاذ عصام بسخرون أنا عارف إن هو صديق شخصي ليك ميده ما حدش بيعرف يحركه ميده ما حدش بيعرف يحركه وميده طول عمره ومشكلته الرئيسية إن ما حدش بيعرف يحركه كل الخناقات اللي أنا دخلتها في حياتي دي عشان كان فيه ناس بتحاول إن يتحركني أنا مش زعلان منك على فكرة لأن أنت بتعرفنيش أنا عارف لو عرفتني كويس عمرك ما كنت هتقول عليك كلام ده أنا مش صغير أنا مش صغير ومش تاني بوجه لك رسالة أنا مش فخناقة مع حد ولا أشخاص ولا أشخاص في حقائق كتير هبام الفترة الجاية وهنتكلم في وقتها معاك برضه لكن ما تطلعش في التلفزيون تقول ميده حد بيحركه أنت بتعرفش ميده أنا مش زعلان منك لأنت بتعرفنيش أنا محدش بيعرف يحركه تصدقني شكرا